ذكرت في كلامك أن الإسلام فيه كل شيء كما قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وذكرت أنها سياسة من ضمن هذا الدين جملة واحدة لا نقول والله كما يدعي بعضهم يريد أن يفسر الدين عن السياسة ويريد للعلماء والدعاة والمسلمين أن يبقوا في المساجد أو في بيوتهم وهم يقودون وذكرت أنه مثلا فيه باب الإمارة باب الحكم باب كده طيب شيخنا هل المسألة رأينا أنها لما الأمة اهتم بها أليس كذلك يعني التأليف الكثيرة وكتب في حين شيخنا نرى أساس الآن كل سياستهم من الغرب يعني يفتخرون أنه قرأ لفلان ودرس على فلان وجمع كم كتاب مجلد وقرأ الأمريكان والإنجليز وكذا لكن منسوا أن الأمة لها تاريخ قديم وأول من كتب في السياسة أليس كذا الشيخ؟ نعم هو أحد أن تتوضح هذه المسألة نعم جزاك الله خيرا يعني حتى قبل الكتابة يعني كان مستقرا في عرف المسلمين كلهم أجمعين أنهم عبيد لله رب العالمين وأن الحاكم ليس إلا واحدا منهم غير أنه أعظمهم مسؤولية نعم ولذلك تجد بأن أبا مسلم الخولاني رحمة الله عليه دخل على معاوية رضي الله عنه قال له السلام عليك أيها الأجير قالوا قل السلام عليك أيها الأمير فأعاد قال السلام عليك أيها الأجير فقال معاوية رضي الله عنه دعو أبا مسلم فهو أعلم ما يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة في أي شيء ضرب في أنه كان يقول للناس ليس على مستكره طلاق يعني بعض خلفاء بني العباس كان يأخذ البيعة من الناس بأن يحلفهم بالطلاق والعتاق فالإمام مالك رحمه الله أفتى بأنه ليس على مستكره طلاق فجاء به جعفر بن سليمان وأمره بأن لا يفتي بهذا ثم دس عليه من سأله فمالك رحمه الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن على الملأ بأنه ليس على مستكره طلاق فجاء به وضرب ونيل منه شيء عظيم ثم حمل على حمار أجلكم الله مستدبرا إياه وطيف به في الأسواق فكان مالك يقول أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أقول ليس على مستكره طلاق ولذلك علماؤنا الذين كتبوا في السياسة الشرعية ما أقول بداية من أبي المعالي الجويني في غياث الأمم والتياث الظلم أو معرفي الغياثي أو كتب الأحكام السلطانية للقاضي المواردي أو لأبي أعلى الفرة أو ما دونه الغزالي رحمه الله أو ما دونه ابن تيمي في السياسة الشرعية رحمه الله أو ابن القيم في الطرق الحكومية لا قبل ذلك بكثير المحدثون لما بوابوا كتب الحديث بوابوها على أغلبهم على الأبواب الفقهية باب الطهارة الصلاة الصيام الصدقات الحج الكذا تجد باب الإمارة في كتب الحديث التي يعني دونت على أبواب الفقه غير المسانيد فهذا شيء قديم في الأمة وما كانت الأمة تعرف هذا الفصل أبدا لا عند الفقهاء ولا عند المحدثين بل إن بعضهم أدخل المصطلحات الإمامة في أبواب المعتقد في أبواب المعتقد يعني ردا على ما يدعيه الشيعة من أن الإماء إمامة علي والرضى بها يعني هي الركن السادس من أركان الدين اضطر بعض هؤلاء العلماء إلى إدخال مباحث الإمامة في كتب العقائد من أجل أن يؤكدوا أن إمامة أبي بكر وعمر عثمان رضوان الله على الجميع كانت إمامة صحيحة وكانت عنشورة من المسلمين وأنهم مغتصبوا الحكم من علي ولا من آل البيت عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر